بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة بسم النهائي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجربية أكتر على لكم التطبيق فيما خص مبارنة غوص إذن مبارنة غوص واش تقول A B C ثلاثة أعداء صحيحة غير معدومة إذا كان A يقسم الجداء كان A أولين مع B فإن A يقسم C التمرين حل المجموعة Z المضربة في Z المعادلة ذات المجهول XY 9X-14Y يسوي 13 علما أن ثنائي ثلاثة فاصل واحد حل منها إذا نبدأ في الحل نكتبه 9X-14Y يسوي 13 إذا كان ثنائي ثلاثة واحد حل ثلاثة يعوذ 9X-14Y ثلاثة نقص 14X-14Y ثلاثة معناه نبدأ 25X-14 ثلاثة ثلاثة 9X-14Y يسوي 13 ثلاثة 9 مضربة في ثلاثة نقص 11 مضربة في واحد يسوي 13 لدينا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية إذن نضيف معادلة 1 ناقص المعادلة الثانية ومدلنا 9x ناقص 9 مضرب في ثلاثة ناقص 14y زايد 14 مضرب في واحد 13 مضرب على ثلاثة نضيف معادلة 0 ناقص X عمل مشتركة ناقص 9 عمل مشتركة X ناقص 13 ناقص 14 14 نضرب في واحد من نصف أي 9 نضربها في X ناقص ثلاثة يسوي 14 نضرب في Y ناقص واحد 9 و 14 9 9 العداد 9 و 14 عددان اوليا اوليا إذن 14 عمولية 14 يقسم 9 نضرب في X نقص 3 ويقسم يقسم X نقص 3 ما يقدرش يقسم 9 لأن 14 وتسعة أوليا وتسعة تقسم 14 وتقسم تقسم 14 وتقسم Y نقص 1 معناه واش تتوصله إذا عبرنا على هذا 14 يقسم هذاك يقسم X نقص 3 معناه معناه X نقص 3 6 يسوي 14 K K ينتمي الأعداد صحيحة و Y نقص 1 ينتمي مقسوم Y K 9 كفتح نرجع لهذا هذا العبارة هذي سميه ثلاثة و نعوده مدناه 9 مضربة في 14 K تسوي 14 مضربة في 9 كفري ماذا نلاحب نلاحب قبل لي هذه نقدر نختازلها تبقى إذن K تسوي كفتح إذن K تسوي كفتح نقدر نكتب X نقص 3 هي 14 K معناه X يسوي 14 K زيد 3 Y نقص 1 تسوي 9 K معناه Y تسوي 9 K زيد 1 الحلول الحلول مجموعة الحلول للمعادلة 9 9 X نقص 14 Y تسوي 14 هي S 14 K زيد 3 9 K زيد 1 هذه هي الحل الإجمالي الحل و كفتح 19 وربعتاش تسعة وربعتاش اوليا لتسعة عندك تسعة وربعتاش اوليا وتسعة وربعتاش تسعة بدنا وعد تسعة تسعة على ربعتاش في خمسة تسعة خمسة واحدة لخمسة وربعة خمسة على عربعة واحدة لاربعة واحدة بعد عربعة الوحد اربعة سفر اذا هذه اوليان لانا ال BGCD التاع 14 تسحة ووحد كما لكم تشوفو والسلام عليكم وتمنى لكم التوفيق